النهاردة كمان تم تشكيل مجلس إدارة ربطة الأندية المحترفة اللي بتدير الدورة الممتازة النادي اللي كان رشح الكابتن عماد متعب اللي كان عضو في الرابطة أيضاً الموسم اللي فات وده الموسم الثاني اللي الدورة بتديره ربطة الأندية النائب أحمد دياب رئيس وكابتن عماد متعب نائب واللوى سروة سويلا مشريف صالح وخالد رفعت واللوى صفية دين بسيوني وأحمد النجار دول أعضاء مجلس إدارة الربطة تحاد الكورة كمان عقد مؤتمر كل الأمنيات للربطة بتوفيق البداية أقدر أقول لك بداية جيدة لا ترقى إلى الجيد جداً والامتياز ولكنها بداية أعتقد أنها أسست لمجموعة من الأمور التنظيمية اللي لو فعلا تشبست بها وطورتها ممكن نصل إلى الشكل الكويس المسؤولية كبيرة وهم أدوا ودود وكويس وعجبني حاجة تانية الحقيقة الأستاذ عامر حسين خلص نفسه من إزدوجية بتاعت الموسم الماضي كان موجود عضو الربطة وعضو اتحاد الكورة فاعتذر عن الرابطة السنة دي ربما يقدر يلعب دور أكتر في الإتحاد أو أو الرابطة تستدعيه للإشرافة على إدارة المسابعات شوف هو كفاءة طبعاً وخبرات جمدة جداً ربما كان مقياداً بالتزامه في الربطة نشوف عندما يتحرر يستطيع أن يفعل كثير مؤكد أن المهندس عامر حسين عنده كفاءة وعنده الحقيقة خبرات عالية جداً في إدارة المسابعات فكل التوفيق للمكتب التنفيذي للربطة وأيضاً للمهندس عامر حسين ترجمة نانسي قنقر